الله معكم أحبائي آخر التطورات في آسيا حتى اليوم تشكل الولايات المتحدة الأمريكية تحالفا جديدا يضم كل من إستراليا واليابان والفلبين وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية هي شراكة أمنية جديدة لتحول محل الرباعية غير الفعالة وزيادة الضغط على الصين مع تصاعد التوترات في بحر الصين الجنوبي وتزايد التهديد للحرب بشأن تايوان يعمل البنتاجون على تكثيف دبلوماسيته الدفاعية الإقليمية في تحدي قوي لتهديدات الصين وطموحاتها الإقليمية المتزايدة في الأسبوع الماضي استضاف وزير الدفاع الأمريكي نظراءه من اليابان وأستراليا والفلبين فيما يشار إليه سرا بشراكة دفاعية جديدة ناشئة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ طبعا قال أوستن أن المشاركون يتشاركون رؤية للسلام والاستقرار والردع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وقد رسموا مسارا طموحا لتعزيز هذه الرؤية معا إضافة إلى ذلك ادعى وزير الدفاع الأمريكي أن الشكل الرباعي الجديد يندمج بسرعة في مجموعة أمنية طويلة المدى وجاء اجتماع هذه المجموعة بعد أسابيع فقط من قيام الدول الأربع بدورياتها المشتركة الأولى على الإطلاق في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه بشدة وقمة تاريخية اليابانية الفلبينية الأمريكية بين رئيس الوزراء الياباني والرئيس الفلبيني والرئيس الأمريكي إضافة إلى ذلك طبعا من المكرر أن تعمل دول مجموعة الأربع على تعزيز قابلية التشغيل البيئي وإجراء المزيد من الدوريات والتدريبات المشتركة وتعزيز التعاون الاستخباراتي والأمن البحري كل ذلك مع التركيز على البصبة الصينية المتوسعة عبر غرب المحيط الهادئ طبعا أحباي فيما يتعلق بالهند البعض يسأل ما هو دور الهند على حكس الهند تعد الفلبين حليفة الولايات المتحدة في معاهدة الدفاع المشترك ومن المقرر أن تضع للمسات الأخيرة على اتفاقية على غرار اتفاقية القوات الزائرة مع اليابان طبعا على غرار اتفاقياتها الحالية مع أستراليا والولايات المتحدة وقامت إدارة الرئيس الفلبيني بتوسيع عدد القواعد الفلبينية التي تتمتع الولايات المتحدة بإمكانية الوصول إليها عسكريا بالتناوب بما في ذلك المنشآت القريبة من تايوان أردتها سابقا على قناة اليوتيوب أيضا وهذه هي عدد من القواعد تنتشر في مختلف المناطق في الفلبين إضافة إلى ذلك من المرجحة تزيد هذه المجموعة الجديدة من جرأة الفلبين في صراعاتها البحرية المستمرة مع الصين كنت سابق وعادت لكم منذ أيام فيديو حول الخلاف الصيني الفلبيني وطبعا موضوع السفينة التي يمكن أن تكون سببا في نشوء حرب بين هاتين الدولتين أتمنى من حضرتكم دوما العودة إلى هذه الفيديوهات ومشاهدتها جميعا طبعا هذا الأمر سيعزز من جرأة الفلبين في مواجهة الصين أيضا هذا بدورة أثار المخاوف من احتمال نشوب صراع مسلح يجذب الولايات المتحدة وربما اليابان وأستراليا طبعا أحبائي حذرت الصين عبر لساس صحيفة جلوبال تايمز طبعا الذي يعتبر البعض أن ناطق بسان حزب الشيوعي الصيني أن التجمع الأمنية الجديد يؤدي لتفاقم المخاطر الإقليمية مما يسلط الضوء على غضب بكين المتزايد من دور الفلبين كمحوى جديد في استراتيجية الردع المتكامل الأمريكية لموازنة صعود الصين الأقليمي وطمحاتها طبعا أحبائي تتعرض الربعية التي قلنا أنه تم إنشاء هذه الفرقة الجديدة على أنقادية لدغوط بسبب رفض الهند التوافق مع موقف الغرب العقابي تجاه روسيا وقد ظهر ذلك في رفض الهند إدانة تصرفات روسيا في الأمم المتحدة أو الانتثال للعقوبات الغربية مفروضة على موسكو بما في ذلك صناعة الطاقة الحيوية لديها طبعا لذلك تم إنشاء هذه المجموعة الجديدة لأن الهند ترفض ربما الدخول في حرب باتجاه حليفة روسيا أي المقصود هنا الصين ورغم ذلك تبقى الهند مستمرة في تطوير قدراتها العسكرية والعمل على الحدود التي هناك خلاف بينها وبين الصين في هذه المناطق أما خلاف الموضوع الآخر الذي يجري في بحر الصين الجنوبي فهو النوويات المتحدة منزعجة من خطة الصين لنشر حوالي 20 مفاعلا نوويا عائما في مناطقها العسكرية المتزايدة في بحر الصين الجنوبي في المنطقة المتنازع عليها في هذا البحر طبعا كلا أنه من الممكن أن تؤدي خطة الصين المثيرة لجدل لنشر مفاعلات نووية عائمة في بحر الصين الجنوبي إلى عرض ديناميكيات الطاقة في المنطقة في حين تؤثر توترات جديدة خطيرة على الاتفاة المتحدة والشركية وحلفية الأقليميين طبعا تريد الصين وضع هذه المفعالات النووية حتى تتمكن من تشغيل القواعد الأسكرية على جزرها الاصطناعية في بحر الصين الجنوبي إذن أحبائي هذا كان موضوعنا اليوم أتمنى من حضرتكم مشاركة الفيديو ودعوة أصدقائكم للانضمام إلى القناة وشكرا لكم